اشتركوا في القناة للاستقبال الحار الذي لقيه المجرد من قبل محبيه ومتتبعيه مباشرة بعد إطلاق صراحه من قادي التحقيق وللإشارة فالإفراج عن المجرد هو بشكل مؤقت حيث تم حرمانه ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية من خلال صحب جواز سفره مع إنزامه بتسليم نفسه يوميا في الدركة الفرنسية حتى الانتهاء من التحقيقات الرسمية خاصة بعد إعلان المدعى العام اتهمه رسميا بالاقتصاد ترجمة نقصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر